فبتقول ادعوا لي يا شيخ ان اخرج من هذا الهم والغم وعاني من قسوة اخوتي لاني مطلقة واضربوني كثيرا وحاولت ان اقتل نفسي اكثر من مرة مع العلم اني اكبر منهم سنة واضربوني ايضا ارضاء لزوجاتهم انا بقول لاخوتها حرام عليكم لا يجوز ذلك ولا يصح واماما ينبغي ان تحسنهم عملته وان تحسنوا اليها وان تحاولوا دائما ان تفرجوا عنها وان تذيبوا عنها ما هي فيه بدل ان تزيدوا هما وغما وبلاء ونكدا فيا بطبيعتها حزينة لانها مطلقة فانبغي عليكم ان تزيلوا عنها هذا فتعاملوها معاملة حسنة طيبة كما امر الله سبحانه وتعالى ولا تقصوا عليها ابدا وانما ينبغي ان تكرموها كما امر المولى سبحانه وتعالى والاخوة تفرض عليكم ان تتحملوها وان تكرموها وان تحسنوا اليها دائما وان تصلحوا بينها وبين زوجاتكم حتى لا تحس بالغربة او تشعر بالاسى والهم والحزن واحذرها ان تقتل نفسها لانها ستموت كافرة فانبغي عليها ام ترضى بما قسم الله عز وجل لها والمولى عز وجل سيحسن اليها وسيجعلها في مقعد صدقا عنده سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة